مع استمرار اتفاع أسواق العملات الرقمية تظل الميم كوينز واحدة من أكثر الاستثمارات الرقمية شيوعا ونقدر نشوف في الدوج والشيبا لحالهم يعملوا عدة مليارات من الدولارات من ناحية الحجم كل يوم ولكن في أثناء ما هذه العملات لسه شائعة وكلنا نعرف أن هذه العملات ساعدت في جذب الكثير من الأشخاص الجدد إلى أسواق الكريبتو في ناس كثير الآن يبحثوا عن عملات ميم جديدة وعندها رؤيات مختلفة ويكون لسه عندها القدرة على توفير عوائد أكبر أنا غطيت بعض عملات الميمز الجديدة خلال الأسبوعين الماضين واليوم راح أقول لكم كل شيء عن عملة أخرى وهي مونو نوكي اينو وهذه العملة حصلت على النمو مثير لإعجاب مؤخرا ولكن قبل ما أقول لكم كل شيء عن هذا المشروع تأكد من الاشتراك وتفعل الجرس حتى لا يفوتك المزيد من الفيديوهات مثل هذا الفيديو بالإضافة إلى كل شيء آخر أقوم بنشره على هذه القناة طيب مونو نوكي اينو هي عملة ميم مستوحى من المجتمع والثقة والهدف اللي هو تغيير الرؤية الحالية لعملات الميمز طيب فريق مونو نوكي شافوا أنه في عدد كبير جدا من عملات الميم اللي يتم إطلاقها وبعدين تتنكس أو يعني يكون فيها احتيال أو أنه يكون مشروع العملة يعني يوزعوا وعود كاذبة ويتلاعبوا علشان يحصلوا على ربح سريع وبعدين الفريق أو المستثمرين يتخلصوا من العملة ويخضعوا المستثمرين العاديين وهذا الشيء تسبب في نقصة ثقة في بعض فرق المشاريع والمجتمعات ومنع بعض المشاريع من أنها تنمو إلى قيمتها المستحقة يخطط فريق مونو نوكي لحل هذه المشكلة من خلال كونهم منفتحين وشفافين بنسبة 100% مع المجتمع اللي حاملين العملة إذا قالوا أنه عندهم شيء مخاطط له فمعناه أنه فيه شيء مخاطط له وإذا وعدوا بتسويق المشروع أو إضافة ميزة جديدة فراح يعملوا هذا الشيء ممكن فيه ناس منكم يقولوا أنه هذا مش مهم بشكل كبير جدا أو أنه ما فيه مستثمرين كثير في الكريبتو يهتموا بهذا الشيء ولكن سياسة الصدق والشفافية هذه ساعدت بالفعل على نمو المشروع بسرعة كبيرة تم إطلاق مونو نوكي إينو من أكثر من شهر ووصل إلى أعلى سعر في القيمة السوقية اللي تبلغ 750 مليون دولار قبل التصحيح الأخير ومجتمع العملة يعني الناس اللي عندهم العملة زاد إلى أكثر من 50 ألف شخص والميزتين الرئيسيتين لمونو نوكي إينو هي رسوم المعاملات ولعبة اللاعب لكسب المال اللي هي قيدة تطوير حاليا تبلغ رسوم المعاملة 10% ويتم توزيعها زي ما هو مضح هنا 1% من الرسوم يتم إعادة توزيعها على حامل العملة مع حرق 5% من الـ 1% أعرف أن الموضوع ملخبط في البداية بس فكر فيه شوية وراءة تفهم يساعد هذا في تقليل العرض مع مرور الوقت مع مكافأة الأشخاص اللي متمسكين بالعملة بشوية دخل دائم يروح 5% من الرسوم إلى التسويق علشان يتوسع المجتمع ويجيبه حاملين جدد ويروح 4% إلى التطوير العام وهذا يتضمن أيضا أشياء مثل الدفع لإنشاء لعبة اللاعب لكسب المال بالإضافة إلى الهدايا المستقبلية وعمليات إعادة شراء العملة كل هذا من الـ 4% وبالكلام عن الهدايا تقدر كمان تراقب حسابهم على تويتر وعندهم الآن 30 ألف متابع علشان تعرف أكثر عن الهدايا اللي يوزعوها للمجتمع لأنه ممكن الفائزين يكسبوا جوائز مثل واحد إثيريوم أو نص أو ربع إثيريوم مقابل أشياء بسيطة جدا مثل إنك تعمل ميمات حول المشروع إلى الآن تم حرق 5% من الأحد الأقصى للكمية راح تكون اللعبة اللاعب لكسب المال القائمة على البلوكتشين لعبة مغامرات ثنائية الأباد يعني 2D تعتمد على الويب ولكن راح تكون قابلة للعب على سطح المكتب أو الجوال كمان راح تكون اللعبة متاحة لجميع اللاعبين ومحتمل إنه تشجع الأشخاص الجدد على المشروع إنهم يتحققوا من المشروع والمشاركة إذا استمتوا باللعبة راح يقدر اللاعبين إنهم يربحوا عملات من خلال إكمال المستويات وهزيمة الرؤساء وجمع التعزيزات داخل اللعبة هذه التعزيزات راح تضاعف المبلغ اللي يكسبوا اللاعب وراح يتم اختيارهم عشوائيا علشان يحفزوا المجتمع على مواصلة لعب اللعبة طيب راح يكون فيه كمان مسابقة يومية وراح يحصل أفضل ثلاثة لاعبين على مكافآت إضافية هذا ما راح يشجع الناس على لعب اللعبة كل يوم فقط ولكن يهدف كمان إلى زيادة الضجة حول اللعبة وجذب المزيد من الاهتمام حصلوا على فكرة هذه الميزة من المشاريع الأخرى اللي نفذتها وشافوا إنها ناجحة بشكل ممتاز يتم تطوير اللعبة في يونيتي وراح يكون فيها كمان NFTs مدمجة الأشياء مثل تعزيزات رفع الطاقة وكمان المعدات والشخصيات راح تتمثل أو راح تكون عبارة عن NFTs والمستخدمين اللي يجمعونها راح يزيدوا من فرصهم في الفوز بالمسابقة اليومية والوصول إلى لوحة المتصدرين طيب إذا قررت أنك عايز تشتري بعض عملات المونوكيو إينو فتقدر تشتري على اليوني سواب إما عن طريق الرابط من موقع المشروع أو نسخ عنوان العقد الخاص بالعملة من كوين جيكو الفريق كمان يشتغلوا على إدراج العملة في منصة مركزية كمان ولكن محتمل أن هذا الشيء راح يستغرق وقت طويل شوية لأنه في العادة معظم المنصات هذه تنتظر إلى أن تكون المشاريع موجودة لعدة أسابيع كمان يحرص الفريق على اختيار منصة جيدة تقدر تحقق لهم تأثير إيجابي على المشروع وكأي عملة أخرى تفرض رسوم على المعاملات راح تحتاج أنك تعدل السليبج عن طريق الضغط على علامة الإعدادات هنا وتكتب 10% على الأقل بعد ما تعمل هذا الشيء راح تقدر تشتري العملة وتقدر بعد كده ترجع السليبج إلى المستوى الطبيعي ولازم تعمل نفس الشيء لما تفكر تبيع العملة كمان نقدر نشوف معلومات أكثر عن العملة هنا على Dex Tools في رسم بياني علشان نشوف حركات السعر الأخيرة هنا على اليسار نقدر نشوف بعض الإعصائيات مثل حجم التداول والسيولة وعدد حاملين العملة حاليا يوجد أكثر من 2 مليون دولار سيولة وقام الفريق بقفل السيولة اللي قدموها علشان الناس يقدروا يشوفوا إن المشروع شفاف وما راح ينتكس أو يختفي حتى لو الفريق عايز يعمل كذا وفي طريقة أخرى اللي يثبت فيها الفريق أماني المشروع هي من خلال تدقيق العقد بواسطة شركة سرتك المعروفة وشركة سرتك لسه ماشية في هذا التدقيق ولكن راح يخلص قريب جدا إذا شفنا خريطة المشروع هنا نقدر نشوف بعض الأشياء المخاطط لها في المستقبل قريبا راح يتم إصدار عرض ثاني للعبة عشان يعطي فكرة عن شكل اللعبة لما يبدأ إطلاقها تم إصدار العرض الأول في أكتوبر والعرض الأول متاه على تويتر وكمان على الموقع في حال أنك عايز تجوف اللعبة بعد هذا الفيديو الفريق منفتح أيضا لإقتراحات وأراء المجتمع علشان يساعدوا في تشكيل اللعبة إلى شيء يستمتع به الجميع في شيء آخر يشتغلوا عليه وهو تطوير شراكات مع المؤثلين المشهورين في مجال الكريبتو علشان يساعدوا في بناء المزيد من الوعي بالمشروع وعلشان كمان يساعدوا في مواصلة تنمية المجتمع وعدد الحاملين شيء آخر جاي وهو حرق العملة الكبير القادم هذا راح يحصل لما يوصل المشروع إلى أشياء معينة مثل يعني عدد محدد من الحاملين وفي مسابقة NFT مخصصة يخاططون لها طيب والمقرر الآن هو إطلاق الإصدار التجريب للعبة في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر وهذا مش بعيد أبدا شيء جيد إنه نشوف هذا الشيء لأنه كان فيه كثير عملات ميمز بجودة رديئة وكانوا يوعدوا بلعبة كجزء من خليطة المشروع وبعدين ما نزلوا أي لعبة ولكن زي ما قلت من قبل فريق مونونوكي مكرس جهوده تماما للوفاء بوعودهم وخططهم للمشروع وإذا عايز تعرف أكثر عن مونونوكي إينو وتظل على اطلاع بتطورات أو أي إعلانات جديدة تتعلق بالمشروع تقدر تعمل هذا الشيء عن طريق الروابط الموجودة في صندوق الوصف أتمنى أن تكونوا سمتعتم بهذا الفيديو وأشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر